دكتور المبادرة بقى للطبية انت حضرتك واخد اتجاه يعني اهم حاجة في برنامجك لو قلتلك قول كل اللي انت عايزه عن برنامجك ايه بقى طبعا الناس تعرفنا يعني كنازم برضو على ارض الوقع مكان ما حاج بصراحة يعني فانا فكت ان دايما عايز اخش اتكلم مع حد لسه ما يعرفيش هزم يشوف كده يعني بالبلد نقدم السبت عشان يبقى عارفة كده فانا عملت المبادرة دي حقيقة افضل بلا دولي بحكم لنا في الاشعة التدخلية اسطرة الطرفية ده تخصصي وانا دائما احب التخصص حتى على مستوى البيزنس بحب اعمل تدريب الاطباء في حتة محددة في حتة الطب او الاطراف اللي مشتغل شرايين كمان فانا وقت حتة الاوريدة اللي هي فيها الدوالي بدون جراحة ودي حتة تأتيم في المهم الشعب عنده دوالي بمناسبة او العالم بس مراحل الهدف من المبادرة انا كنت عايز اقول للناس يا جماعة انا كنت المبادرة دي عايز اعمالها على مستوى مصر قلت ده يعني ازل ترشحي على ان الاهل دلوقتي اولى بيها فبدأنا مع الناس اللي احنا عايزين نفيهمهم ان احنا عايزين نوقف مراحل المرض دوت في اوله عشان من كل ما يكون علاجه بدري يبقى احسن واسهل نحن نلجأ للجراحات او الاشعى التدخلية او حتى الاسطرة اللي هو تخصصي بالمناسبة ايه فهو الهدف منها مش تجاري خالص وهدفنا كان وعي للناس اللي احنا ايه ازاي تقفي ازاي تعودي ازاي تشتغلي حاجات كلها بالنسبة للناس مهمة جدا واللاسف الثقافة دي مش موجودة وسط الناس اللي عندهم مرض الدوالي يعني فعملنا المبادرة وحاجز معنا فيها الحمد للعدد كويس يعني اعتقد رب ومئة شخص حاجزوا فيها من اعضاء النادي وكنا كل اسبوع بنكلمهم لغاية اللحظة دي من نكلمهم بيجي فيها الناس ممتوبة مصوطة بنعملهم من هو الدوبليكس على الاوريدة دوتنا الجنن لبس هدف اقول لها حيك في المرحلة كذا خلي بالك احنا في المرحلة دي عايزين نقف عندها فهو تهدف المبادرة الرئيسي يعني انت في محرق اولى ثانية ثالثة شامن وصلتش ربعة وخمسة دي مرحلة اخرانية فالحمد لله عملنا مع الناس وبدأنا يعني نسكت مستجيبة جدا لها انها طبعا حتة متخصصة شوية فالحمد لله كانت عملت كويس وليسا مكملين فيها برضو لغاية شهر 12 ان شاء الله فيعني انتنا نكون عند حص نظام الناس يعني دي معمولة لأعضاء النادي في كل الفروة والعاملين والعاملين في كل الفروة حتى شريخ زائد كل الناس وقدر حداك تتواصل مع كل الاعضاء كل الناس بتواصل معهم طيب من خلال ايه يعني عضو النادي اللي عنده الرغبة يعرض الحالة بتاعته على حددك يعمل ايه عشان يوصلي انا كنت طبعا بعمل ماركتنج على السوشيال ميديا فالناس عامل ازاي فورما كده اللي عايز يحضر بيسجل فيها برقم تليفونه واحنا مثلا كل مرة بناخد خمسين حد او ثلاثين او واربعين حد حسب اليوم والناس اللي بتيجي كلها بتيجي من نعملها ونجي من الاسبوع اللي بعده بناخد خمسين بعديهم ماشين كده فهي المبادرة الاولوية بالحجز بس طبعا ما وجالي حد قالي انا تعبان ايه الميزة اللي انت حركت مديها لعضو النادي الميزة في المبادرة دي مجانا مجانا بعمله دوبليكس دوبليكس بره يا سعر وتقرفته غالية اصلا انا بعمله على الاولادة كلها اه وقولوا انت تمحارك كام تخلي بالك الهدف منها وعي مش فكرة اللي انا بقول لان انا عايز مثلا اجيب حد للعادة عندي او كلام ده خلص بس كده فالحمد لله يعني لأ الناس كانت مسؤولين منها ويتوصلوا معي حتى على واتساب طب دوكتر نعمل كذا جبنا الشراب الفلاني طب نربسه يعني عملا معي نكشز مع ناس كويسة والهدف ان انا بقولوا يا جماعة اويرنس انتو جايينين عندي العادة كاويرنس دواعي صحيح الهدف ان انا مثلا يعني ممكن تتفهم غلط ان انا عايز اعمل دعاية للعادة الهدف ان اعمل الابليكيشن للعادة يتواصلوا معك على السوشيال ميديا لا مش الابليكيشن على السوشيال ميديا عادي على الفيسبوك او انستجرام يعني الاماكن اللي احنا متواجدين فيها فورم كده احمد غيت دكتور احمد غيت اوفيشيال على الفيسبوك او كده بيخش يسجل فورم يتحط الرقم موبايل بتاعه واحنا نتواصل معك برقم محاسب في الفورما ورقم كام العلاقة الطبية دي او الصحية مستمرة ايا كانت زروف الانتخابات طبعا لان انا اقولها وبعيدها اشيب مرة اه طبعا لان احنا فرصة الناس عارفتني اصلا وبغاد نصل على النتيجة يعني انا مبسوط بلوحك بالتجربة فيعني احنا مكملين فيها وهنكبرها وغير كده بقى انا عامل الشبكة ده الابليكيشن على الشاشة اه بس داب النامج نتكلم فيه بس خلاص النقطة دي انا عامل شبكة اطباء وكل التخصصات بمراكز اشعب تحاليل حتى عررنين نوصل عامل علي تخفيض خمسين في المية ودي شبكة خاصة بي بدي مثالي انا احكي بها دلوقتي كبرنامج الشبكة دي اي عضو في اللحظة دي من حق يخش على اي مركز او كمب بالكالين بتاعو يخش كالين الاهلي يخش ياخد التخفيض ده في اللحظة دي متاحة وموجودة معنا على طول ودي شبكة صغيرة يعني حوالي 30 او 40 دكتور مش شبكة الكبيرة اللي انا هكلم عنها في برنامج بتاع دلوقتي ده مثال صغير على ارض الواقع ودي بردو مستمرة دي مستمرة كل مستمرة ما خينا نتكلم ب MG بصراحة انا في الاخر مرضو الدكتورة اللي انا جايبه camera Gasiat انا برنامج lo IBM عايز عام الشبكة طبية تغطي مصر و sustain قاعدة كل التخصوصات المناكز الاشعة التحليل فاتتخاطب النفسية كل حاجة تغطي مصر كلها بتخفضات ودي تبقى موجودة عندنا الفكرة كل فيه ناس محب ان ندي الأهلي كأطباء بيجروا بيشان يشاركوا معنا يعني وبيدوا تخفضات ممكن لغاية 50% كمان وفيه ده كاترة جايين عشان خاطر وين تو وين هو بالنسبة له انا جايب له عشر حالات من ندي الأهلي بتخفض احسن ما يجيروا حالتين بسارم ويني كبزنس وايز انا بكلم حاجة صراحة يعني وفي ناس محبة جدا انه حبت فكرة هم اهلوية صراحة هم عايزين يقدموا اعضاء هذا اللي برضو الحلو عندنا كل حاجة الشبكة دي تعتبر يعني هحكي عليها بقى ازاي عايز عملها في الابليكيشن بعد كده يعني خياني هنجلها تاني تمام فدي شبكة تغطي الاعضاء كلهم من عضو يبقى اي بعد الشر اي مرض ربنا يسلم الناس كلها محتاج يخش يجوه انا ساكن في مدينة ناصر قارب دائرة ليم الدكاترة فيين مدينة ناصر النقطة التانية بقى ان انا عايز عامل زي مناقصة ما بين شركات التأمين الكبيرة ان احنا ناخد اقل تكلفة بعد تغطية بل معنى اي دلوقتي شركات التأمين لما بتتكلم معهم انت كشركة وشركة دي في عدد كبير يعني تعمل اهلي مثلا كشركة كبيرة بدون ذكرة اسامي يعني فيها 200 الف او 300 الف عائم موظف فمديك الكلم معهم هو سائل ومسلا اكس لا هيديك في السائلات نص اكس هوا بيعمل معادلة كده يخوف يعمل انالسيز للأعمار والكم راجل وكم ست هم عندهم معادلة كده كده جزة شركات دي ويديك التكلفة دي كلها فدي خدمة انا لو انا بكنين نادي بتاعي اقدر اخد تأمين ده لان في بقى ناس كتيرة عارفهم فقدوا وظيفهم فالتأمين بتاعهم ووقف ناس كتيرة ما عندهمش وظائف بيزنس بشتغل وشغل خاص ما عندهمش تأمين واحنا ايامين كورونا بالزادة الكوبيد عرفنا قيمة التأمين الطبي يعني فيه ناس اعرفهم والله بقوا اراضي عشان العزل والرعاية والحاجات اللي ربنا ميرجحها الايام الجميلة دي فانا بتمنى ان انا دي حاجة عايزة عاملها للأعضاء وبرضو تاني حتى لو انا ما انجحتش ان شاء الله مجلس الادارة اللي جاي انا هتواصل معان فكرة التعمل لان انا بقى تتكلم مع الشركات فعلا وموضوع ابليكبل فانا بتتكلم سواء انا ربنا تكرمني باذن الله ان شاء الله يعني لو فيه نصيب مفيش نصيب انا باذن الله افكار بتاعتي انا ماشي فيها باذن الله